أهلا ينتحدث عن موضوع Giardiasis Giardiasis هو اسم المرض نسميها Giardiasis أما اسم الطفيلة العلمي نسميها Giardia Lambelia هذه الطفيلة منتشر بشكل واسع خصوصا انتصبها اسم العلمي Giardia Lambelia هذا اسم العلمي للطفيلة هو تعتبر واحد من بروتوزوة أما Giardiasis هو اسم المرض أيضا أعضي اسمه ثانوية أيضا نسميها Giardia Dodenally أو Giardia Intestinali Giardia معاوية Giardia Lambellia Giard after Professor Giard Lambellia after Professor Lambell Giardia Lambellia Caracters خاصة اسمالها أولا هو تابع لفلاجلات فلاجلات characters Giardia One of Important Protozo واحد من الطفليات المهمة Live in Leumann Small Intestine تعيش في تجاوف الأمعاء الدقيقة أولا Giardia Trophozoide Fixed In Shape تكون شكل ثابت لأنه تتحرك عن طريقة الصوتيات ثانيا Giardia Trophozoide Locomation Organ by Flagella ثالثا Giardia Trophozoide Nitration by Penocytosis تسحب السوائل عن طريقة قراص اللي موجود في الجزء الأمامي رابعا Giardia Trophozoide Reproduction by Asecretual Longitudinal Binary Vision انقسام ثنائي بسيط خامسا Giardia Trophozoide Non-Attacked Intestine Membrane لا تهاجم غشاء الأمعاء Giardia Cyst Infective Stage تحتوى أربع أنوية سابعا Giardia Complete Life Cycle 2 Forms Trophozoide and Cyst Forms لو تكلمنا عن Habitate Stage Giardia Lampelia Trophozoide Living in the Small Intestine تعيش في الأمعاء الدقيقة الجزء الدودينام الأثنى عشري والجزء جوجنام الصائم لو تكلمنا عن مورفولوجي Giardia تمتلك شكلين الشكل تروفوزويد هذا هو تروفوزويد أولا Giardia Trophozoide Per Shape تكون على الموتى الشكل ثانيا Giardia Trophozoide 15 مستعاش مايكرو متر إن سايس ثالثا Giardia Trophozoide لديه 2 نوكليا رابعا Giardia Trophozoide لديه 8 فلاج اليام أو 4 فلاج اليام خامسا Giardia Trophozoide لديه 2 ديسك ساكن بها قرصين سادسا Giardia Trophozoide فيدنج باي بينوسايتوسيس شرب خلوي تتغدى عن طريقة امتصاص السوائل نسميه شرب خلوي سابعا Giardia Trophozoide Have 2 Sausage Parabasal Body أو نسميه Medium Body ثامنا Giardia Trophozoide Motion Of A Feeling Cliff Like حركة مالة تشبه كالسقوط الورقة من الشجر تاسعا Giardia Trophozoide تتكاثر بواسطة لجنسي أسكتشوال باي Longitudinal Binary Vision هذا هو الثمن فلاج له هذا هو القرصين بها كل قرص نوات هذا في الوسط Medium Body وهذا بها Exone محور مالي من جهة تكون تكون راون مستديرة ومنها تكون Pointed نقطية وتكون Symmetrical Biometry أحد الجانبين تشبه جانب واحد بها نواتين أيضا في الوسط هذا هو شكل مميز هذا هو GRD لو تكلمنا عن طول المتكيس هذا هو assist form أولا GRD assist oval shape تكون بيضوية الشكل ثانيا GRD assist حجمة من ثمانية 12 مايكرون ثالثا GRD assist 4 نوية خامسا GRD assist شرانون باي Tote hylaine Ciswell مغطة بشكل شفاف بالاقر جدار شفاف GRD assist تشغيل أكسينومير موجود GRD assist إمفاكتي The Stage Mature Maxure تحتوي على أربع عنوية ونمتور تحتوي على نواتين هذا نوات أربع عنوية كل نواتين جانب هذا هو البقائي الفلاجلة في داخلها هذا هو هايلين السيسول هذا تكون هايلين شفافة تكون أبيض اللون بيضوية الشكل هذا هو الشكل مميز والإماتور الغير الناضج بها نواتين فقط أما الناضج بأربع نوات كل نواتين صعير جانبين كل نواتين صعير جانب لو تكلمنا اللايف سيكل جيار ديراملية لاحظ هو تنتقل عن طريقة فيجل أورال انجيشن ماتورسيز جيار ديراملية كونتامنيت فود أو وتر يعني الإنسان تأكل أو تهضم الماء أو أكل الملونة تحتوي على السيس أكستيستيشن دخول السيس إلى الأمعاء تبدأ عملية أكستيستيشن يعني تتحول السيس إلى تروفوزويد أكستيشن تجينتين تروفوزويد هذه تروفوزويد ثالثة تروفوزويد في دنك أن ملتبل إندس من التستاين تبدأ تتكاثر تنقسم وسطة أسكشو اللاجنسيين باناري فيجين لانقدنا الباناري فيجين قسامة نائي بسيط رابعا ثم تروفوزويد بعد التروفوزويد ريشز لارجن تستاين توصل إلى لارجن تستاين كلان هنا تبدأ عملية إنستيشن هذه تروفوزويد تتحول إلى السيس تغلي في نفس السيس حتى تقام ظروف الخارجية خامسا السيس باسزويد في سيس أكستر انفيرمنت تو بيكم اماتشور عندما تخرج من الجسم إلى في البيئة الخارجية تصبح ماتشور انستيشن يعني تروفوزويد تتحول إلى السيس في القولان أما أكستيشن سيس تتحول بالتروفوزويد في الاسم الانتستاين يعني بشكل مختصر إنسان تهضم أو تأكل أو تشرب ماء الملوية تحتوي على السيس هذه السيس في الأمعاء تتحول إلى تروفوزويد تجين تروفوزويد نين تروفوزويد هذه التروفوزويد تبدأ تتكاتره وتأكل في الاسم الانتستاين جزء الدودينم و جوجينم قسم منها تصل إلى الأمعاء الغليظة تبدأ تغلي في نفسها كيس إنسان ما عملت انستيشن حتى تقام الظروف الخارجية ثم تطرح مع البرازل لخارج جسم الإنسان تبقى في البيئة تصبح ماتشور باثوجينسيس إمراضية للجيردي الامبلية الجيردي الامبلية تروفوزويد تظهر تبقى في تجاوف الدودينم أثنى عشرية لا تهاجم الغشال معه ولكن تبقى في تجاوف الدودينم تبقى في الدودينم هذه الطفل لا تهاجم الغشال معه وإنما تمتلك قرصين ديسنك ساكند هذه القرص تتعلق بهذه القرصين للإبيتليال صرفز على الغشاء الإبيتليال الخلايا الطلاعية موجودة في الدودينم والجوجينم ديسنك ساكند هذا يؤدي إلى تغير في البنية التحتية ما الارشد الفيلاي يمنع امتصاص المواد لو تكلمنا عن الباثولوجي جيار ديال أولا جيار ديال بغالبية تكون السيمتوميك يعني السيمتوميك لا تظهر أعراض أما إذا ظهرت الإعراض السيمتوميك هو كوزز نسميه جيار ديال سببيني مرة اسمها جيار ديال إذا كان السيمتوميك إعراض تكون ميوكس دياريا السهل المخاطئ دياريا سوم كيس السيتورتيريا أو فات دياريا تكون سهل دهني دول أبغاسترق بيين أند فلاتلنس وألم شرشوف نسميه انتفاخ البطن في حال في بعض الأطفال يمكن تكون جيار ديال كرونيك مزمنة مال أبزوربيش سوء الامتصاص سواء كان فيتامين أو شغر و و و و فقدان الوزن أو نقص وزن أحيانا جيار ديال كرونيز تستعمر عند مرار جول بلادار كوزيس بايلر كولك المغس الصفراوي و اليرقان يعني الطفال لأحيان تكون جيار ديال أمبليا السمتوميك بدون أعراض لا تظهر أما إذا ظهرت الأعراض السمتوميك حالات ملئ ربما تكون ميوكس داري إصال مخاطئ أو تكون إصال دهني أو تكون انتفاخ ألم شرشوفي أو تكون نقص وزن وسوء امتصاص الرارق والبلادر التروفوزويد يسبب منها بايلاري كولك أو جوين ديس لو تكلمنا عن لابراطوري دياجنوس جيار دي أول نسأل ميكروسكوب فحص البراس ونشوف التروفوزويد إذا كان ستول ستول سائل الشخص المصاب إذا كان ستول السائل أما إذا كان الشخص المصاب ستول صالب نشوف يسس لأنسس متحرك وتروفوزويد متحرك نسأل انتيرو تيست هذا دودينال aspiration نسمي انشوف تروفوزويد وأيضا نسمي سيرولوجي تيست detection GRD antigen in ستول أما تريت مني العلاج هو الفلاجيل متراندازول اسم العلمي الفلاجيل هو اسم الشائع أما متراندازول اسم العلمي وأيضا تياندازول على العلاجين بشكل واسع تستخدم في الأصابع GRD وأيضا لدينا فلاجيل مشروب للأطفال فراز العيدين هذه تكون slow action تشتغل لكن تكون بطيئ